المخابرات النمساوية تؤكد أن المشتبه به في عملية تايلور سويفت كانوا تحت المراقبة عندنا خبر برضو في السياق نفسه محامل مشتبه به مع الهجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا الشباب مغرر بهم لا أكثر وعندنا خبير استخبارات نمساوية قال الغاء حفل سويفت تايلور في فيينا كان مبالغ فيه لان كان بيقول اذا كنتوا انتوا عندكم معلومات وكنتوا بتقولوا ان انتوا بترقبوا المشتبه به وبرضو رحتوا قبطوا عليه لغيته الحفل يعني بصراحة استاذ مدوح أنا أأسف جدا على الموقف الذي وضعت النمسا نفسها به لا أعرف هل هي وضعت نفسها به أم يوجد من وضعها بهذا الموقف وبهذا السياق بهذه الطريقة بصراحة يعني يعني كل المعطيات وكل المؤشرات بتشيري أستاذ ممضوع على أن على أن النمسا بصراحة لم تكن فعليا تحت وطئة هجوم حقيقي كما حاولت كما حاولت السيد وزير الداخلية ورئيس المخابرات تسويقه لنا والسيد كارل نيهابر المستشار النمساوي يعني كله عم بيقلك أنه أولا الشخص يعني كل المعلومات وطريقة التحقيق ومصادرة البيانات وإطلاف القنبل المواد الحارقة التي اكتشفت عنده واتلفت من مكان يا سيدي على أي أساس يتم إطلاف مادة متعلقة بقضية إلا إذا كانت خطيرة حقيقة حتى أثناء نقلها هي عبارة عن مادة كيميائية يمكن استطيع تشريها من الأوبي أو من الأمازون فبصراحة هذا ما قاله المحامي طبعا المحامي المدع عليه فبالتالي كل المعطيات أستاذ مدوح بتقلك أنه لم يكن يوجد هناك تهديد حقيقي كما حاولت المخابرات وغيرها تسويقه وتقديمه إلى المشاهدة الموجود بالنمسا بقلك الشخص ليس عنده القدرة على الهجوم وكان عنده سكينتين تشتريه من الأمازون هدول عادي جدا طبعا السؤال بدي أسأله هذا مو عم بقوله بايع داعش طب أين بايع داعش وكيف بايع داعش وبأي لغة بايع داعش يا سيد الكريم لا يوجد هنا داعش قاله فيه محكاة نفس مبيعات الإرهابي العملية الإرهابية في 2 نوفمبر هذا عبارة عن ولد أحمق وجاب صورة يا سيدي ماشي الحال هو منتهك بعض الشعارات وبعض الأور ماشي الحال يقاضى عليها يقاضى يحاسب بشكل أو بآخر ولكن أنه يوجد هناك هجوم حقيقي صراحة لا أعتقد يعني حفل مليء ومحاط برجال الأمن بشكل يعني غير عادي لو كان فيه شركة أمن مسؤولة وكان فيه شركة أمن والمخابرات المدنية أكثر من الشرطة المعروفة باللباس الرسمي يعني شو صراحة شو الفيلم هذا فبالتالي الخبراء الخبراء بقول لك الخبير ما اللي متذكر صراحة شو اسمه اللي قال لك إنه إنه بكل بساطة بقول لك لم يكن هناك أي داعي لإلغاء الحفل عرب المؤخر المؤرخ عفوا المؤرخ المتقاعد المتخصص في خدمات الاستخبار عن شكوك الاستخبارات عن شكوكه فيه جدوى إلغاء الحفلات وأكد أنه يعتقد أن استعدادات المشتبه المشتبه به كانت غير كافية لتنفيذ هجوم إرهابي مشيرا إلى أن التخطيط الدقيق والمهارات المتعددة ضرورية لذلك وأضاف بير أنه يعتقد أن قدرات أجهزة الأمن قد تم تقييمها بشكل مبالغ فيه وأن الحفلات كانت يمكن أن تعقد بشكل طبيعي البنات والشباب البنات تحديدا اللي كانوا عم يزعلوا عم يلطموا على وشهم باشتفال بلتس ثلاث أيام بعد أنتهت الحفلة أو بالأحرى أولغية الحفلة يعني بصراحة كان بعيد عن أي إجراءات أمنية ومع الأسف الشديد يمكن أي أحد بيخترع على باله يعمل أي عمل تخريبي ما أنا بتصور ممكن يقدر يعمله ومن دون أي عوائق يعني بس يمكن كده موضوع للغاء ده يمكن جنبنا لو كان الحادث حصل فعلا كنا هنرجع بنقول يا ريت الحفلة كانت لها تعال على جنبنا تعال على جنبنا قيمة الخسائر يا أستاذ مامدوح اللي صارت نتيجة إلغاء هذا الحفل قديش كم شخص موظف وعمل كان موجود ضمن هذا الحفل قديش كم وجبة طعام كانت ستباع بهذا الحفل قديش مشروب كان ستباع بهذا الحفل الملعب الذي تم استئجاره المواصلات الشركات الإضاءة الصوتيات التصوير الآلاف مؤلفة يا سيد الكريم أنا أعتقد أنا أعتقد بلا مبالغة بلا مبالغة أن خسائر هذا الحفل على الأقل وسنناقشها بيومنا الأيام عندما تخرج لا تقل عن مئة مليون يورو لا تقل عن مليون يورو لو كان حد كان في ضحايا لو أنت هتقول للواحد خد مئة مليون يورو وتفقد حد لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد تنفيذ عمل بهذه الطريقة وهذه الموطيات هذا هراء هذا هراء وأنا أؤكد وأقول لك هذا هراء والتحقيقات والأيام المقبلة والأحكام طبعا هلأ يوجد تقريبا أربع أشخاص مؤتقلين بهذا الاتهام نمساوي من أصول مقدونية اثنين نمساويين من أصول تركية ولاجئ عراقي أنا متأكد أنه في المجمل جميعهم لربما فقط باستثناء المقدوني الذي اقتحبوا منزله ووجدوا عنده بعض الأمور لربما هذا سيحاكم وإذا حكم لن يحاكم بأكثر من سنتين سجن